فقد رأينا أن هناك بعض الانخفاض الملموس في أسواق إسبانيا وبالنسبة للدكس الألماني لقد شاهدنا أول انخفاض له منذ فترة مدى بما يحدث في عدم اليقين فيما يخص قضية كتالونيا ورأينا بعض الانخفاض بما يخص سعر صرف اليورو وتأثرا بما يحدث في القارة الأوروبية هذا بالمجمل قراءة سريعة جميل طبعا أستاذ جهاد أيضا دعنا نتحدث عن ما تشهده الأسواق العالمية رغم الظروف الجي سياسية التي نشاهدها أنها تعصف بالأسواق العالمية إلا أننا نشاهد أن أغلب البيانات الاقتصادية بشكل عام يعني يتم الإعلان عنها بشكل جيد وجاءت بشكل إيجابي يعني بماذا تفسر هذا التناقل يجب أن نأخذ بعين الاعتبار مستوى الفوائد على الصعيد العالمي هي منخفضة جدا والسياسات التيسير الكمي التي واكبت هذه أسعار الفوائد المنخفضة ورأينا أيضا السياسات التي ينتهجها الرئيس الأمريكي مؤخرا السياسات بما يخص زيادة الإنفاق وتخفيض الضرائب فكل ذلك ألقى بزلاله على الأسواق العالمية بشكل إجمالي يعني نعرف أن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم في فترة قوة الدولار أي انخفضت بقية العملات تجاهه فإذا أخذنا سبيل المثال في أوروبا انخفاض اليورو قد ساعد القارة الأوروبية لقد رأينا أن هناك انخفاض لأسعار المواد الأولية بشكل إجمالي في آخر 6-7 سنوات أي بعد الأزمة العالمية التي عصفت بالعالم بعد سنة 2008 رأينا أن ضعف أسعار النفط مؤخرا بعد انهياره سنة 2014 قد ساعد الاقتصاديات العالمية على خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي البلدان التي لا تصدر النفط كاليابان والصين والبلدان الأخرى التي تستورد النفط كقارة أوروبا فقد تأثرت إيجابا بخفض سعر صرف اليورو مما مكنها على التصدير أكثر من جهها وقد رأينا أن تكلفة الإنتاج انخفضت في الوقت عينيه لذلك رأينا أن عملية انخفاض الفوائد بشكل إجمالي وعمليات التأسير الكمي مع بقية العوامل التي ذكرتها كان لها الأثار الإيجابي على الأسواق العالمية ولقد رأينا أن الناتج المحلي لأغلبية الدول في العالم هو على ازدياد وقد رأينا في تقرير أوبك لشهر أكتوبر أن توقعات النمو بالنسبة للألفين وسبتعاش سازدادت من ثلاثة فاصلة خمسة إلى ثلاثة فاصلة ستة بالمئة وبالنسبة لسنة ألفين واربطعاش هناك ارتفاع من نسبة ثلاثة فاصلة أربعة بالمئة التي كانت متوقعة إلى ثلاثة فاصلة خمسة بالمئة فكل هذه الصورة الإيجابية ساعدت اقتصاديات العالم على النمو وبما يخص الاقتصاديات المنتجة للنفط هنا أخص المملكة العربية السعودية وبلدان الأوبك وروسيا فهي أيضا كانت جيدة بمحلها ولقد رأينا أسعار النفط تتعافى فبعد أن سجلت أدنى مستوياتها عند مستوى 26 دولار السنة المنصرمة نرى اليوم بما يخص البرينت هو عند مستوى 58 دولار أي أكثر من ضعف الأسعار التي سجلتها السنة المنصرمة ومعدل سعر النفط هذه السنة هو فوق 53 دولار وأي تسكير فوق مستوى 58 دولار للبرينت أي تسكير أسبوعي كنت قد ذكرت أنه سيأخذ البرينت عند أسعار 67 دولار وذلك سيساعد أيضا البلدان المنتجة بشكل إجمالي الصورة هي إيجابية جدا رغم بعض التخبطات الجيوسياسية جميل طولة حدثنا الأمريكا تحديدا أستاذ جهاد كيف ترى سعود معدل التضخم خلال شهر سبتمبر الماضي وكان ذلك بأقل من التوقعات مع الوضع الاقتصادي في المنطقة نتوقع أن يكون الفدرالي الأمريكي بما نسميه بالتعبير التقني أن يكون هوكش أكثر أي أنه سيرسل رسائل أنه يمكن أن يزيد من النسب الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في آخر هذه السنة وذلك لم يرتكس فقط على أرقام التضخم التي ما زالت تحت مستوى 2% الذي يصب إليه إنما لقد رأينا أن هناك عمليات هناك مستويات جيدة جدا بما يخص خلق الوظائف فقد خلق الوظائف هو مستمر وسجل أدنى مستوى بطالة منذ أكثر من 8 سنين فهو عند مستوى 4.2% معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية وقد رأينا أن الأجر في الساعة لقد ازداد فهذا أيضا مؤشر يوازي أهميته مستوى التضخم حتى لو كان مستوى التضخم لم يصل بعد إلى 2% إنما السياسات التي تنتهجها الحكومة الأمريكية وخصوصا تخفيض الضرائب من جهها ستساعد أن لا تزداد الأسعار سريعا لذلك رأينا أن الأسعار لم تزدد ولم تصل إلى المستوى 2% بسرعة لكن السياسات بما يخص زيادة الإنفاق وزيادة أيضا أسعار النفط تدريجيا ستزاعد الفيدرالي الأمريكي إلى أن يصل إلى مستوى 2% إن لم يكن في هذا الشهر أو الشهر المقبل إنما بالأشهر التي ستلي وعادة الفيدرالي الأمريكي يكون بعملية استباقية فلن ينتظر وهو يعتمد هناك فورميلا نسميها فورميلا فشر نعم يعتمدها وهي زيادة نسب الفائدة بشكل استباقي كي يستبق أي عملية تضخم يمكن أن تحصل فأظن أن الفيدرالي الأمريكي تحت قيادة ييلين في آخر سنة لها إذا لم يتم التجديد لها لأنه نعرف أن في هذا الأسبوع سيكون هناك اجتماع بين الرئيس ترامب ورئيسة الفيدرالي الأمريكي للتباحث إذا سيجدد لها أم سيكون لديها خلف فأعتقد أن سياسة الفيدرالي هي مواكبة للتطورات الاقتصادية التي هي جيدة جدا والبيانات المالية والاقتصادية التي هي عند أفضل التوقعات وإنني أتفق مع هذه السياسة الجيدة جدا في الوقت الرحيم جميل طبعا أستاذ جهاد الحكيم محل الأسواق العالمية كنت معنا شكرا جزيلا لك ومشاهدين وصلنا وإياكم إلى ترجمة نانسي قنقر